أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التبع للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من مليوني وخمسمائة ألف شخص فروا من أوكرانيا حتى الحادي عشر من مارس من ناحية أخرى أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن واحد وثمانية من عشر مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا من ويلات النزاع إلى غيابة المكهول قصة معاناة شعب أمس آمناً وأصبح مشرداً على حدود دول الجوار إنهم الأوكرانيون الذين فروا من نيران القصف تاركين من ورائهم مستقبل لم تشرق شمسه وماض وراه الثرى آلاف بالملايين اللاجئين توجهوا إلى الدول المجاورة في اتجاه الغرب مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمغار ومولدوفا بينما ذهبت أعداد أقل بكثير إلى روسيا وبيلاروسيا ومن بينهم سلك العديد طريقهم للولايات المتحدة وباقي دول أوروبا مشاهد تتحدث عن نفسها وتعكس معاناة تتكرر كل يوم فقد تختلف الوجوه طوابير ممتدة تصطف للحاق بحافلات لا يعلم بوجهتها أحد عنوانها الفرار ومستقرها في عالم الغيب وإن أدركته هنا دول أوروبا الشرقية تفتح أبوابها مجبرة ومرحبة باستقبال الفرين بعدما أغلقت أبوابها لسنوات أمام أقرانهم من لاجئ النزاعات الأخرى وهناك أوكرانيون يتكدسون في مراكز الإيواء بيلتشيك في انتظار فرصة حياة جديدة توفر لهم مأكلا ومسكنا وأمانا تركه تحت الأنقاض في أوكرانيا وعلى حدود الولايات المتحدة أوكرانيون أنهكهم الانتظار وأعياهم الأمل في المساندة سواء من الدولة أو من أقربائهم ممن يعيشون هناك ومن بين هؤلاء وأولئك أوكرانيون نجحوا في الفرار بحياتهم وظلت أذهانهم معلقة بأقرانهم ممن لم يحالفهم الحظ وعيونهم تتساءل متى يجمعون اللقاء وأخرون علقون في دول أخرى من قبل العملية العسكرية وينتظرون موعد العودة وربما وجهتها انتعذرت الديار هكذا باتت أحوال أكثر من مليوني ونصف المليون شخص خلال الإسبوعين الماضيين بحسب الأمم المتحدة إسبوعان فقط أبدلت أحوالهم وعلقت أحلامهم لحين إشعار آخر ما هي الإسبوعية اخبار المتحدة أهل المتحدة أكبر في المتحدة أسفلاً أحيابة أمام ملعينة ويفره إلى مرات الأنسان ويسى ذلك أحيابة اشتركوا في القناة